الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات جعل الأرض قرارا وأحاطها بسبع السماوات وجعل فيها أنهارا فجاجا وجبالا راسيات أخرج منها نبات كل شيء وقدر فيها الأقوات أنزل الغيس مباركا والفلق في البحر جاريات سخر الشمس والقمر دائبين والنجوم بالليل بازغا خلق الحياة لنعبده وكتب علينا الممات نحمده سبحانه حمدا يريك بجلال الذات وكمال الصفات ونعوذ به من السيئات والأفوات حكيم خبير أوجد على مراده الكائنات وما لها من حركات وسكنات عليم قدير تندرج تحت علمه جميع المدركات أما بعد نعيش اليوم بمشيئة الله تعالى عن حسن الخلق قال الله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم وقال تعالى والقاضمين الغيظة والعافين عن الناس والله يحب المحسنين وقال صلى الله عليه وسلم وإست ليتمم مكارم الأخلاق كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل وأحسن الناس خلقا قال النبي صلى الله عليه وسلم أدبني ربي فأحسن تأديبي وقال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث الدواس بن سمعان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول البر حسن الخلق والإسم ما حاك في صدره وكرهت أن يطلع عليه الناس فعلينا أيها الأحبة أن نتخلق بأخلاق القرآن وأن نتخلق بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الأحبة جاء رجل إلى قالد بن الولي فقال له إن فلان شتب قال تلك صحيفته فليملأها بما شاء وقال أحد بن رجل إن فلان شتب قال هو رماني بسعب ولم يصبني فلماذا حملت السعب وغرسته في قلبي وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا متصلى عليه ولا متفاحشا وكان يقول إن من خياركم أحسنكم خلقا أيها الأحبة أفضل الناس أخلاقا وحياءا بعد النبي صلى الله عليه وسلم لكم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أذكر لكم بعد النمازي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد أمتي حياء أثمان وقالت السيدة عائشة رضي الله عنها استأذن أبو بكر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضجع على فراش عليه مراط لي فأزن له وهو على حاله فقضى الله حاجته ثم انصرق ثم استأذن عمر فأزن له وهو على تلك الحال فقضى الله حاجته ثم انصرق ثم استأذن عثمان اسمع بقى ثم استأذن عثمان فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصدع عليه سيابة وقال اجمعي عليك سيابة فأزن له فقضى الله حاجته فقلت يا رسول الله لم أراك تفزع لأبي بكر وعبى كما فزعت لعثمان قال يا عائشة إن عثمان رجل الحي وإني خشيت أزنت له على تلك الحال ألا يبلغ لي حاجته وفي الرواية أخرى ألا أستحي من من تستحي منه الملائكة اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل واجعل السر أحسن من العلن اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة لوجهك كلها خالصة وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة